هنتقل لنقطة تانية من الحاجات النقاط الخلافية برضو في داخل الوثيقة وهي فكرة ان الناس بتقولوا ما الفين خمسين في المئة عمال وفلاحين مش مذكورة انا بيتمت لخبطة احنا ناس مش كادة ضهى اصلا الكلام ده تقال والكلام ده سمعتهم برح حتى انا ممكن الوثيقة عايز ابوس على الحاجة بعد اذنك يا دكتور رجع الحاجة كتير تفضل الكلام ده تقال والكلام ده سمعتهم برح من اكثر من جهة هذه وثيقة بالمبادئ الاساسية التي لا خلاف عليها ايه هي المبادئ الاساسية المبادئ الاساسية التي تتعلق بالمقومات الاساسية للمجتمع مصر جزء من الدول العربية وجزء من الدول الاسلامية وجزء من القارة الافراقية الى اخر المقومات الاساسية للمجتمع المصري الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والاسلام جيني الدولة كل هذه مقومات الاساسية للمجتمع المصري زائد الحقوق والحريات العامة التفصيلات الأخرى بقى 50% عمال وفلاحين ولا 30% ولا ما فيش نسبة خالص يبقى فيه مجلس شورة ما يبقاش فيه مجلس شورة ايه سلطات رئيس الجمهورية ناخد بالنظام البرلماني ولا بالنظام الرئاسي ولا بالنظام المختلط دي ما تروك لجمعية وضع الدستور التي سيتم تشكيل هتحط بها كل الحاجات دي يعني هذه الوصيقة ليست وصيقة تفصيلية للقواع للدستور وإنما وصيقة بالمبادئ الأساسية دكتور عشان وقتنا بيخلصي نقطة انا عايزة محتاجة فهمها هنا بعد اذنك في نفس المادة التسعة اللي هي عليها الجدل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الجملة دي معناها لو رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة هل ده معناه بالتبعين ان هو عضو جيش ولا هو بياخد المنصب ده حتى لو شخص مدن يعني جملة دي برضو أثارت جدل انه ده معناه ان هو عضو جيش دستور 71 ودستور 56 فيه نفس النصة تقريبا بس نفس عشان كنا فعلا كانوا كلهم أعضاء جيش كان منطقي لكن دلوقتي غير منطقي حضرتك أثارتي موضوع مهم وهو موقف ممكن تخليها معاك حضرتك أثارتي موضوع مهم وهو موقف الدستور من الجيش أنا عملت قراءة للساتير المصرية من سنة 23 لحد النهاردة لحد الإعلان الدستوري الدستور كان بيتعامل ازاي مع الجيش دستور 23 و 30 كان فيه 3 أربع كلمات أظن في المادة 146 و 147 بيقول ان الجيش ينظم أوضاعه القانون وما بتكلمش عن الجيش خالص بدأ افراد وضع خاص للقوات المساعدة في الدستور بدأ من أول دستور لثورة يوليو بعد نيلو خمسين سنة 56 تكلموا عن القوات المسلحة ووظيفة القوات المسلحة والتجنيد الإجباري وغير ذلك واخصصات القوات المسلحة جي دستور 71 قد للقوات المسلحة اخصصات سياسية قال ومن مهام القوات المسلحة الحفاظ على المكاسب الاشتراكية للبلد وهذا لم يتم طبعا تمت الإطاحة بالمكاسب الاشتراكية في عهد الرئيس السلاة والجميع رفعوا القبعة للرئيس المطلوب حاليا احنا دلوقتي داخلين على تغير جديد تماما في الواقع السياسي المسل ايه هو؟ انه سيصبح رئيس الجمهورية شخصا مدنيا مش جاي من الجيش مش بالضرورة ممكن يكون جاي من الجيش ممكن طبع حسب تخبتنا بيها ما عندناش مشكلة ليس بالضرورة ممكن شخص مدني سؤالي بقى النص دايما معناه انها بالضرورة؟ هنا بقى النص الرئيس الاعلى رئيس الجمهورية والقائد منصب سياسي اه منصب سياسي مش منصب عسكري ليس له ان يصدر اوامر وليس له ان يصدر تعليمات عسكرية او تعليمات قتالية في ادارة العمليات الحربية القائد الفعلي للقوات المسلحة هو القائد العام للقوات المسلحة طبعا فيه نظم كثيرة في هذا الشأن يعني فيه كثير من الدول ما فيهش منصب القائد العام للقوات المسلحة بقى الرئيس الاركان هو قائد الجيش ووزير الحربية هو الذي يمثل الجيش في الحكومة وامام البرلمان يعني انا شايف ان هذه التفصيلات كلها من الممكن الاتفاق فيها على صيغة توافقية تحكمها مجموعة من المبادئ الا يكون الجيش فوق الدستور وفوق القانون واحد الا يصل باختصاص البرلمان فيما يتعلق بمراقبة الميزانية وفيما يتعلق بتشريعات القوات المسلحة ثلاثة الحفاظ على الامن القومي والحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالميزانية وعدم افشاءها خارج لجال متخصصة في البلدان وذي المادة العشرة اللي بعتقدناها ممكن تحل ده ليه مجلس الدفاع الوطني ممكن مجلس الدفاع الوطني ساعتها يبقى بيحل هذه الاشكالية بالضبط ونشوف تجرب الدول الأخرى عملت ايه ونعمل ازا ايه طيب ختما كده سريعا ارجوك هل فيه كلام بيتقاله وطبعا نظريات السلبية كثيرة هل بيتقال انه الوثيقة دي هي بلونة اختبار لما سيحدث في الانتخابات القادم ده حقيقي ولا والله يعني انا مش عادي يعني بلونة اختبار دي يعني عايزين يشوفوا ايه مدى الصراع السياسي حول الدستور اللي وفيدها يحكم البلاد ومدى الخلافة ما اعتقيتش ما اعتقيتش حول حالتك دي لان المجلس الاعلى لقوات المسلحة اخذ على نفسه عهد في 12 يوليو لما اشتدت جدال حول مدنية الدولة وتقال ان الاخوان المسلمين والسلفيين يريدوا ان ينفردوا بوضع الدستور وانا اصدق على فكر هذا اصدق انهم يريدوا ان ينفردوا بوضع الدستور لان انا طرحت عليهم ان تعرض هذه الوثيقة للاستفتاء اه فرفضوا قالوا لا الاستفتاء مرة واحدة كما لو كان يراد اخذ الشعب مرة واحدة لصالح توجهات الاسلاميين ولا يراد اخذ رأي الشعب مرة اخرى انا اعتقد انا بيتخاف ولاي من الاستفتاءات في النوعية دي عشان ما بيتلع شعارات الدينية انا مع الاستفتاء على هذه الوثيقة حتى نقطع الطريق على كل من يقول ان هذه الوثيقة مخالفة لإرادة الشعب مع الاستفتاء عليه طيب اخيرا كده احنا في الازمة اللي احنا فيها دي ايه الحل الدستوري لكل اللي احنا فيه دا يا فاند الحل الدستوري الذي اطراحه ان يتم تعديل الوثيقة تمام بتنقيتها من النصوص التي اصارت حفيزة حفيزة كثير من القوى المدنية وخاصة البندة تسعة الخاصة بالوضع الخاصة للجيش والبندة خمسة اللي بيشترط موافقة الهيئات القضائية على تشريعتها وان توطى السيادة كميدا لمجلس الشعب بعد تعديل الوثيقة اقترح ان تعرض على الشعب في الاستفتاء في اليوم بتاع الامتخابات الذي سيتوجه فيه الشعب لإدلاع برعيه اه يلا كله كده مع بعض كله في خمس دقائق تمام النخب يدخل يستفتي على الوثيقة ويختار القايمة ويختار نهار ابيض نشرح بقى احنا عايزين مدرس لكل مواطن احنا بندفع سمن سمن النصيحة المخلصة اللطيقية 12 فبراير وهي ان الدستور اولا وده اللي عملوا التوانسة ومع ما انهوش يعني العاية بقى في الفايد دكتور محمد نور فرحات استاذ القانون بجامعة الزقزي شكرا جزيلا يا فاند المرسي على جود حضرتك لست مكملين حلقتنا النهاردة وفي نهارك سعيد خليكم معنا